ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وكشف بلاغ للمديري العام للأمن الوطني أنه تم توقيف الممرض المشتبه فيها بمصصف صحي بمدينة وجدة بعد الاشتباه في تورطها في التزوير وإدراج بيانات أشخاص غير ملقحين ضمن قاعدة بيانات عملية التلقيح مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين ألف درهم وألفين درهم لتمكينهم من الحصول على جوازات التلقيح بطريقة احتيالية وأوضح البلاغ ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة مشاركين آخرين يشتبه في ارتباطهم بالتوسط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وأضفت مديرية الحموش أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها الرئيسية والمشاركين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفية هذه القضية التي تأتي في سياق زجر ومكافحة كل أشكال التزوير والاستعمال التدليسي للشواهد والاختبارات الطبية المرتبطة بمكافحة جائحة كوفيدا 19 شكرا شكرا